النجم وليد صلاح الدين واحد من نجوم الكرة المصرية ومن أفضل اللاعبين اللي شفناهم في تاريخ الكرة في مصر وفي النادي الأهلي من أمتع اللاعبين مهاراته الاستثنائية أداءه الممتع اللي كنا بنشوفه سواء في مشاركاته مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي بيبقى دائما أبدا في ذاكرة جماهير الكرة بشكل عام في مصر وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي وليد صلاح الدين بيقول لجنة التخطيط ساهمت في توهج الأهلي في هذه المرحلة بيؤكد وده طبعا نقلا عن بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام اللي تبعت هذه التصريحات لنجمنا وليد صلاح الدين بيقول كابتن النادي الأهلي سابقا أن فريق النادي الأهلي بيعيش مرحلة استثنائية وتطور فني كبير ومرحلة بيخرج فيها استثنائية طبعا عن الفترة اللي فاتت اللي كان فيها بعض الاضطرابات الفنية ولكنها بتتفق مع الشكل المتعرف عليه على مدار تاريخ النادي الأهلي وتقلقه على مدار عقود وسنوات طويلة بيقول الأهلي أفضل متطور فنيا شكله فنيا أفضل تحت قيادة المدارب السويسري أو المدير الفني السويسري ريني فييلر وبيضيف وليد صلاح الدين في تصريحات صحفية اليوم هناك جنود مجهولة تقف خلف هذا التألق وفي هذه الطفرة أو شاركه في صناعة هذه الطفرة التي ظهرت في الأهلي وهم عناصر لجنة التخطيط في النادي الأهلي اللي سهمت في اختيار استفقات الجديدة وإعارة وبيع عدد من اللاعبين يعني ببساطة بيشوف أن اختيار المجموعة والتشكيل الموجود دلوقتي وقائمة الأهلي اللي بدأ بها الموسم محليا وأفريقيا هو اختيار موفق جدا ده من وجهة نظر الكابتن وليد صلاح الدين اللي بيقول أن هذه الاختيارات أعادت النادي الأهلي لتألقه والكرة الجميلة وأيضا النتائج المتميزة وأضاف كمان وهو بيتكلم عن دور المدير الفني ريني فييلر بيقول فييلر يسير بشكل مميز في القلعة الحمراء بفضل القائمة المميزة اللي بيمتلكها الأهلي في الوقت الحالي واللي بيعتبرها وليد صلاح الدين الأقوى في مصر وأفريقيا حاليا ويتابع أيضا يتعامل السويسري مع الإصابات والإجهاد بفكر متميز جدا من خلال توزيع الأدوار بين اللاعبين في المباريات وذلك يسهم في وصول الجميع إلى معدلات بدنية وفنية رائعة وأضاف أيضا المشوار ما زال طويلا أمام الأهلي سواء المحلي أو الأفريقي ولكن بداية فييلر جيدة للغاية ومبشرة ده اللي احنا بنقوله من بداية الموسم الشكل اللي بنشوف فيه التغييرات توظيف كل اللاعبين الروتيشن وإتاحة الفرصة لأكتر من نجم وتجهيز عناصر كتيرة ممكن تكون كانت بعيدة عن المشاركة في الفترة اللي فاتت ده اللي حيكون إن شاء الله عامل مؤثر جدا بشكل إيجابي ويؤدي إلى المزيد من الإنجازات والنتائج الجيدة إن شاء الله والفوز محليا وأفريقيا والكرة الجميلة كمان اللي بتردي وتسعد جماهير النادي الأهلي